في المناسبة فيتوريا مبارح فيه تصريحات وعقب من بوراه قال كلام كتير واستهل كلامه بان هو يقول ان احنا ابتدينا بشكل جيد وان نجحنا في تسجيل هدف لكن فقدنا التركيز في 3 دقائق في الشوط التاني كانت كافية جدا وكفيلة لتسجيل منتخب موزنبيق لهدفين بالتالي خسرنا نقطتين من هذا اللقاء وكمل فيتوريا كلامه قال لم نفقد الفرصة بعد على المنافسة بعد هذا التعادل امام منتخب موزنبيق وما زل امامنا الكثير اللي نقدمه في كأس الامم الافتقية في هذه البطولة كل مباراة لها ظروفها ولها حسابتها وما حدث لن يتكرر وسيتم الاعداد الجيد لمواجهة غانا في الجولة القادمة واحنا بنقول هكذا نتمنى نقطة طب بص اقولك على حاجة التصريحات عجبتني لان انا باحترم جدا جدا الشخص المقصر لما يطلع يقولك انا اصرت في كذا انا ما عملتش افضل حاجة عندي لكن اطلع اقول لا عادي وعلى فكرة وغانا بعد كده المباراة يوم 18 ما فيهاش حاجة وفي ادينا وحنعدي منها واحنا مع الصعبة احسن ده كده كلام فيه نوع من حتى كان ممكن تصريح زي ده يبقى فيه استفزاز للجماهير لكن التصريح ان انا اطلع اقول وده برضو يعني ما يخلناش من نبطل نبقى زعلانين هقولها بالمستقل نبطل نبقى زعلانين من اللي حصل بس تصريح اوكي تمام يعني انت عارف ان انت اصرت انت عارف ان انت المباراة دي كان ممكن تكسبها انت عارف ان منتخب موزنبيك انت افضل منه بكتير فنيا انت عارف ان انت كان ممكن تدهر بشكل تاني خالص فكويس ان انت بتطلع وبتعترف بده حتى اللعيبة بالمناسبة اللعيبة مش خارجة بتقول الحمدلله عملنا اللي علينا كتير من اللعيبة كانت مستقى جدا كتير من اللعيبة كانت عارفة وبيشهدوا اه احنا ما كناش جيدين نرجع نقول تاني ثقة زايدة وغيره الله اعلم عدم توفيق برضو محدش عارف لكن الخلاصة بتاعتنا ان مباراة غانا القادمة ان شاء الله يوم الخميس 18 ساعة 10 بالليل بتوقيتنا دي هتبقى مباراة مش سهلة وحتبقى مباراة صعب وانا بقى اتوقع وحنا عادينا هو النهاردة احنا حنعمل اداء ان شاء الله رائع جدا طب مع موزنبيك ما عملناش ده دي